اهلا بكم اعزائي طلبة قولة سلامة في كل مكان النهاردة معانا لسن فري وليسن فور من يونت سيفن الوحدة السبعة من منها جنيها له ده الجزء التاني احنا هنقسم الوحدة دايما على اه حلقتين سريعا كده نشوف اللي احنا اتفقنا ان اللي هي المفرضات الجديدة اللي هتقابلنا دي اهم حد احنا نحفظه اما الاكسترا او اللي هتكون على الريدنج او هبدأ اركز معاكم على اهم الكلمات ولكن في الاول وفي الاخر هقرب معاكم جميع الكلمات اللي موجودة في اللي هي بطنية وهنا عندنا نون كاسم وكفرب بمعنى حرك او يحرك يعني يخلي مكان لو قدر الله لما يكون فيه مكان كبير زي الشركات والفنادق ويحصل فيها حريق بنعمل عملية اسمها اللي هي اخلاق راب 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 يعني يلف بنلف حاجة بنلف هدية اسمها حرف الو مش بننطقه تعالي نشوف مجموعة الفوكابسل اللي على الريدنج كلمات سهلة وجميلة وجات عندنا قبل كده ومرت علينا في اكتر من مكان في مجموعة كلمات بتبقى موجودة دايما في محدش يعرف عنها حاج لانا اراه ونركز عليه ابلوجايز ابلوجايز هنا بمعنى يعتزر ارجمنت ارجومنت الكلمة دي في غاية الاهمية هتقابلك كل المراحل اللي جاية في تانية سنوية في الترمي الاول والتاني وكمان ثالثة سنوية ارجمنت ارجمنت اللي هو الجدال على شيء بيتش اللي هو شاطئ بورو بورو يعني يستلف يعني يشرح هلمت اللي هي الخوزة بلاستر اللي هو اللازق الطبي او البلاستر اللي بتحط على الجرح ريالايز ريالايز سيريس سمل دي الجزئية بتاعة للتعبيرات اللغوية والفريزز اللي هي العبارات والبريبزيشن اللي هي حروف الجر انا باهتم دايما بقرية العنوين يعني انت بتطلب نصيحة من حد يعني في نهاية الاسبوع ونركز على حرف الجر ايه ده هكذا على حرف الجر ات زا ويك انت برافا جيت انجري الفرب هنا جيت يا جماعة آآ فرب متعدد الاستخدامات دايما لما هتيجي الصفة اللي وراها هتغير معناه يبقى جيت انجري يعني يغضب جيت قلم يعني يهدأ يعني احنا معانا جدال او نقاش مع شخص مسلا عند مشكلات كما يحدث قريبا يعني يشكو من نشوف الاتجاه تاني وعن نكمل ميكا مستيك ميك شور بوت بريشر اون بوت بريشر اون ريسيف ادفايس ريسيف ادفايس stay calm take action يعني يتخذ اجراء on fire on fire decide on يقرر بشأن get to يعني يصل الى help with put on يعني put something on يضع حاجة على حاجة sorry for بيأس فعالة اللي هي بتساوي كلمة ابلوجايز تمام عايزين نركض برضو ع الجزئية الجامعة دي ايه دايه جزئية ايه ادرافياتفز يعني ايه ادرافياتفز احمد اللي هي المشتقاط اللي هو بيجيب لي هنا فيرب بنبدأ نطلع منه ناون ونطلع منه ادجكتف معانا ابلوجايز الناون منها ابلوجي الادجكتف ابلوجيتك تمام ارجو يعني يجادل ارجمنت ارجومنتاتف جدلي كومبليين 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 برافو مفيش منها ادجكتف ايفاكيويت النوع منها ايفاكيويتشن او ايفاكيوي اللي هو مرحل والصفة اللي الادجكتف ايفاكيويتف يعني قابل للاخلاء اكسبلين عندي يعني يصيب مصاب انا عايز اقرأ معاكو الجزئية دي بس عشان نهتم بقطعة الايه او بالتاكست بتاع الريدنج ده ايميل والحد ويكتب له عشان يدل ايه بعض النصائح سواء هو اللي هاخد منه النصائح او ودي الوقت هي بتلزم الفراش ما بتخرجش كتير متش مش قادرة تقدر تلبي احتياجات الشقة او النظافة يبقى التضح اللي كانت بقى الليتر ده واحدة البنز هنا يا جماعة يا ترى ايه اقلام دبابيس ولا سلة المهملات سلة القمامة تمام بدأت تشتك منين مالو ضهرها مالو لازم يا جماعة لما يجي كلمة هنا او لازم يجي في ايه لان دي وضعها ايه وضعها حال برافو هي محتاجة مساعد بس انا عندي بتحانات كتير الايام اللي قادمة يبقى هنا هو بتطلب نصيحة من الشخص اللي بتكتب له الليتر يبقى من وقت الالتاني كده احنا هنقرأ اي قطعة عشان نشوف احنا فهمنا قطعة ككل مش لازم نفهم كلمة كلمة طب تعالوا نجرب نفسنا كده احنا بعد ما قرينا الكلمات نحاول نشوف احنا نحل صح ولا لا او او نقاط كيس مطلوب مننا ايه انا هحاول احل الجملة دي انا كاني مكانك بالزبط هنشوف احنا عارفين الكلمات كلها ولا مش عارفين طيب هنا انا مفروض ان انا ابقى ايه ليه يا طرى انا مطلوب من ايه او في حالة ايه ولا اجريمنت ولا هتجي تقول لها مستر انا عارف كلمة بقى هادئة اه يبقى دي حالة اخلاء حالة ايه اخلاء لقدر الله في مشكلة او في حريق يبقى انا في حالة ايه تمام ايه بروض احنا عكده كده عارفين الكلمة دي ما احنا صغيرين الحوادس يبقى انا محتاج احطه هنا اغطي بايه عشان اخليه كده عطي بالفورم الله يعني انا مستر ايه هلفو مسلا باوا دي اه فين بقى هلفو دي انا هنا محتاج ايه ووفوف اطفال ولا اطفال ولا برافو رابد نمبر ثلاث اه اثناء انا برضو هنا محتاج تطريف ثالث ايه بالنسبة للمباني اضعrets from dangers. شو دبي ايه بقى? افاكويتد? ولا ايه? 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 خلاتها? ولا ولا ده محتاج ان المباني يتم ايه? يتم اخلاقها من الناس عشان ننقذهم. افاكويتد. برافو. نمبر فور. مي فرند نقط هز باك. خلي بقى ان باك هنا بماشو معنى يعود معنى ظهره. طيب ويل بلاينج في فينا الماتش او ويل هي واس بلاينج في ماتش. ماي فرند مالو اشتكى من ظهره ولا حرق ظهره ولا از ظهره ولا عالك ظهره يعني عايز انا اقول بيرنت بيرنت هز باك ولا كومبليند هز باك ولا هرت هز باك ولا كيورد هز باك. اه ده هو كان بلعب ايه? بلعب ماتش حصل له ايه? اصيب في ظهره يبقى مي فرند هرت هز باك. برافو. 5 ايه 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 بقى ايه ايه انا اجب بقى ان انا ولا ايه مش اولوجيز ولا ايه مش اولوجيز ولا اي من بن Chemical برافو ايährt اخطر ال凭 بي اللي هي تعالوا نشوف احنا محتاجين هنا تفوكس على انهي كلمات. تقلي بالك بقى معي. هو هنا بيعمل ايه? بيديك الكلمة وبعد كده نبدأ ان نشوف معناها. طيب انا هقول لك على حاجة جميلة جدا. من غير ما تحفظ كل الكلمات دي. انا لو شفت كلمة بلانكت مسلا بطنية. يبقى انا هيحتاجها ايه? ان البطنية هتبقى هي على الايه? على البد. يعني دي الكلمات اللي ممكن تيجي مع بلانكت. طيب كلمة تانية كلمة تانية زي كلمة ايه? كلمة يعني حرق. لو هي اسم لو جات معنى يحرق. ده ايه? يبقى خلي بالك ان هتتعلق ارتباط وصيق او هتعتبر ارتباط وصيق بكلمة ايه? بكلمة طيب الكلمة اللي عندنا كلمة اللي هو يخلي مكان. يعني دايما هيبقى يخليها ايه? هيخليها معها كلمة ايه? او ان هي تبقى ايه? برافو. اللي هو يعني في الحال هي عبارة عن ايه? عن في ايه? وزوت طبعا. الفرب اللي هو اللي قلنا عليه قبل كده يعني ان هو ان احنا نعمل عملية ايه? عملية ايه? بايه? يا اما بكلف وماش او لو كانت هذائية. تمام. تعالوا بقى الجزء الجميل بتاع الايه? والانتنمز. اللي هي المراضفات والانتنمز اللي هاته تضغط. واحنا اتفقنا قبل كده ان كلمة اللي هي المراضفات ان هو ممكن يشيلها لي وحط مكانها كلمة ايه? كلام مجموعة بقى. زي او 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 برافو. اما كلمة فهو ممكن يشيلها ويجيب مكانها كلمة ايه? هي كلمة واحدة فقط لغير اللي هي تعالوا نشوف لو انا عندي كلمة اللي هو الجدال فهي بتاعها او ديبيت. يبقى الارجومنت هي الديس اجريمنت هي الديبيت. والانتنم بتاعها او العكس بتاعها او المضد بتاعها هي ان يكون فيه اجريمنت اتفاق او يكون فيه هارمني هارمني يعني انسجام او اتفاق. تعالوا بقى نكمل زي ما احنا متعودين. افاكيويت افاكيويت هي اباندن هي امتي اللي هو يخلي مكان. اما الانتنم بتاعها ريمين. برافو. عندي اميدياتلي هي اتوانس هي انستانتلي. ده كلها بتسوى بعض التلات كلمات. الانتنم بتاعها او الابز بتاعها ليتر. برافو. عندي فرب ريالايز هو اندريستاند هو جراسب. كل ده بمعنى يدرك. اما الانتنم بتاعها فهو ميس اندريستاند. سيريس. سيريس هي هي هازاردس. تمام. تاني سيريس هي هي هازاردس. يعني خطير. اما الانتنم بتاعها انها تكون آمنة او يعني آمنة. برافو. عندي بيلف راب هي عكسها مع قناة استاذ جرامر طريقك للنجاح. انا عايز بقى اشرح معاكم الجزئية دي. انا كنت افضل ان اشرحها بقلم ولكن ايه? احنا عايزين تسيف طايم. لانها سهلة جدا. بس انا هتديك معنى هيحسن معاك الكلمتين. هي يعني ايه? هتقول لي يعني يدرك. طيب يعني ايه? هتقول يعني يتعرف على. طيب خلي بالك. خلونا نشوف كلمة الوقت اللي انت هتلاقي فيه عزيز الطالب ان انت ايقنت بعقلك كوي بتفكيرك لموضوع معين او شخص معين او شيء معين فانت هنا ريالايز فانت هنا ايه? ريالايز بتستخدم الادراك بتستخدم عقلك ان انت تعرف حاجة. زي في المثال ده بيقول لي ايه? انا هنا خلاص انا هنا ادركت وايقنت ان الولد كان بعيط. يبقى انت استخدمت هنا عقلك وتفكيرك. طب يا مستر اللي هو يتعرف على. مش يودك بقى يتعرف على. انت هنا بتستخدم حواسك. حواسك الحواس اللي هي مثلا زي ايه? عندك مثلا النظر. حاسة الايه? النظر. ان انت تتعرف على شخص ما. تتعرف على شخص ما او تتعرف على شيء. فانت هنا ايه? زي في المثال كده. اي هادنت سين هار فورتين يارس. تتخيل انا ما شفتهاش من عشر سنين. ده هو بعدين. but i recognized the hair immediately. i recognized the hair immediately. هل هنا انت استخدمت اه المنتاليتي او التفكيرك او ادراكك او مخك ان اتتعرف عليها? لا انا تعرفت عليها مستر بمجرد الايه? بمجرد النظر. برافو ايب انا كافر رقتلك. الفرق الواضح اللي ما بين وما بين كلمة ايه? recognize. برافو. تعالوا بقى نشوف الجزئية التانية. الجزئية التانية مستر احمد اللي هي ايه? بتاعة خلي بالك بقى. يعني يشكو. يا اما ييجي وراها زت. يا اما ييجي وراها اوف. يا اما ييجي وراها ابوت. يا اما ييجي وراها تو. طبا مستر هو ايه المجموعة دي? خلي بالك انا زت لازم ييجي وراها ايه جملة? كلمة دي او المقطع ده زت وراها جملة. عندي اف بقى حرف جر. عندي ابوت حرف جر. عندي تو حرف جر. تعالوا نشوف اول واحدة. لو انا استخدمت كمبلين زت. زي ما انا وضحت لك اهيه? للمقطع الاولاني. المقطع الاولاني ده كمبلين زت. دي ايه يا مستر? لازم ييجي وراها يا سيد الفاضل جملة كاملة. يشكو ان. يشكو ان كمبلين زت وفاعل وفاعل ومفعول. زي في المسال ده كده. يا ترى بنتي بتشتكي من مين بقى? سيد الفاضل. اول ما هقول لك زت يبقى اعرف ان انت هتبدأ تجيب بقى فاعل وفاعل ومفعول. اه ده محدش كان مستنيع في المطار عشان يقابلها. يشكو ان فيرب سهل وفي الورب جميل مفوش اي حاجة. طيب تعالا بقى. قال لك كمبلين اوف وابوت اللي تندلش شبه بعض. وانا عايز افكرك بي اه ابوت و اوف دايما هتلاقون بيجو مع اوف وفينك ابوت. يبقى بالتالي اللي اتنين حرفين الجر شبه بعض. كمبلين اوف وكمبلين زت. معناها ايه? ان انا بشتكي من حاجة معينة. يشكو من. يشكو من. نورة انا عايز بقى اللخص لك الدنيا دي كلها واقول لك ان اوف او ابوت. يجي وراها اسم. يجي وراها فعلي في اين جي. خلاص كده خلصت معك. بالنسبة لايه ل اوف ابوت. يبقى كمبلين اوف وكمبلين ابوت هو يشكو من. يعني يجي وراها يا سيد الفاضل يجي وراها اسم زي اللي هو سوضوع حد. او ان يبدأ يجي وراها ايه فعلي في ايه? ايه ان جي. تمام. تعالوا نشوف بقى كمبلين تو. كمبلين تو يعني انا هنا بقى ايه? بيشكو ايه? بيشكو ايه? بيشكو ايه? انا بشتكي لشخص او بشتكي لجهة معينة. حد هيقول لها مستر هو مشتو ده المفروض يجي وراها فعلي في المصدر. لا خلي بالك هنا. انا هيجي وراها اسم زي ده كده. اللي هم الجيرانك مالهم كمبلين تو هيبدأوا يشتكو لجهة معينة او شخص معين زي البوليس على نباح الكلاب. تعالوا بقى معنا الجزئية دي في ناس كتير بتتلغبط فيها. بتتلغبط فيها مش عشان مش فاهمينها. بيتلغبطوا فيها عشان بينسوها. وللاسف هي ما بين كلمة remember يعني يتذكر وforget يعني ينسى. انا برضو هحسم لك الموضوع بتاع remember forget ومش تخرج مش من الحلقة دي الا ما تكون فاهم. طيب تعالوا اول حاجة كلمة remember يعني ايه لوحدها يعني يتذكر يا مستر رحمة. قال لك هيجي وراها حاجتين. يا اما تو والانفينيتف اللي هي تو والمصدر او يجي وراها اللي هو فعلي في ايه? في اي انجي. طب تمام. دي اول حاجة كحنا حرفناها. طب يا مستر لو انا جبت اول حاجة اللي هي دي. اللي هي ايه? اللي هي remember وتو والمصدر. دي معناها ايه? معناها ان حضرتك بتتذكر ثم تقوم بالفعل. اه يعني ايه مستر بقى تذكر ثم اقوم بالفعل. يعني انت سيد الفاضل ما عملتش الفعل اللي انت ايه افتكرته. ما عملتش الفعل انت افتكرته. يعني مسلا انت فجأة كده واحنا قاعدين افتكرت ايه? انك ما قفلتش الباب. افتكرت انك ما اشتريتش عيش. افتكرت انك ما عملتش الواجب. فالفعل اللي انت تذكرتو ده انت ما عملتوش. يبقى remember وتو والمصدر. طب ناخد مثال هقول لك. انا افتكرت افتكرت ايه? او تذكرت ايه? ان انا ابعت لها اوديها الرسالة. هل انت بعدت الرسالة دي? لا انت ابعتهاش. انت بس افتكرت ان انت ما بعدتش الفعل اللي انت ما عملتوش. يعني ايه الاول? يعني انت حصل معك حاجتين. حصل معك حاجتين. اول حاجة ان انت remember. ده انت قطر خيرك كده عملت خمسين في المية. طب بعد كده ايجيف هرزماش. بعد ما افتكرت وروح تبقى وصل لها لايه? الرسالة. برافو. تعال بقى اشوف الجزئية التانية. الجزئية التانية اللي هي remember والجيرند. remember والجيرند. ايه جيرند ده مستر احمد? اللي هو الفرب في ايه? اللي هو الفرب في ايه? ده قصته ايه? قصته ان انت برضو افتكرت بتتذكر. يعني في الحالتين يا مستر احمد انا بتتذكر. طب تمام. بس في حالة الفعل اللي في ايه انجه يا سيدي الفاضل انت افتكرت او بتتذكر ان انت ايه قمت بالفعل. ان انت ايه عملت الحاجة دي خلاص و journalου ايه? وتميت على اتم الاستعداد. يعني ايه يا مستر احمد? يعني الفعل يا سيدي الفاضل انت ايه? خلصته في الماضي. بس افتكرت وتذكرت ان انت عملت الحاجة ده. يعني احنا قاعدين كده مسلا ايه بنلعب جيب مسلا كده صدق انا افتقرت ان انا عملت الواجب صدق انا افتقرت ان انا اديتها الرسالة صدق انا افتقرت ان انا عملت العيش اللي انت افتقرته ده ده حدث انت عملته فين انت عملته في الماضي فقال ايه يعني ايه اللي حصل هنا حصل معك حاجتين ان انت اديتها الرسالة وبعد كده واحنا قاعدين بقى سوفتيكر انت عملت كده فعلا. تمام. برافو عليك. تعال اشوف بقى الجزئية التانية اللي الناس مش بتتلقبط فيها بتنساها بامانة يعني. هي فورجت. وهو بمعنى ينسى. فورجت. خلي بالك ان فورجت عكس ريميمبر. عكس ايه? ريميمبر. وبرضو هيجي وراها يا اما تو الانفينيتف اللي هو تو المصدر او هيجي وراها الجيرند اللي هو الفعل في انجي. ركز معايا بقى عشان اللي تندل عكس بعض. اول حاجة اللي هي المقطع الاولاني يا مستر ماشي اللي هو فورجت. والفعل في ايه? والفعل في المصدر. الجزئية الاولانية اللي هي فورجت وتول مصدر. اه هي دي يا مستر انسى ان انا اعمل حاجة. برافو عليك. انت كده وصلت بنفسك اهو. اللي هي ايه? ان انا هنا اه يا ان انا هنا بنسى ان اقوم بفعل معين. انسى ان اقوم بفعل ايه? معين. يعني معنى كزا ان الفعل تعمل ولا ما تعملش يا مستر. الفعل ايه? ما تعملش. طب ما كانت هناك هفكرك بها برضو ان الفعل لم يتم يتم عمله ولكن هنا كانت تذكر هنا ان هو وهيقوم يعمله خلي بالك بها تذكر وهيقوم يعمله اما هنا انه بينسى ان الفعل لم يتم تبركز معايا في الخطوة اللي جاية دي نقرأ مع بعض انا هنا ايه اللي حصل ايه اللي حصل ليه هنا انا نسيت ان اروح الميتنج وبعد كده بالتالي هو راح ولا مراحش هو مراحش خالص اصلا بقى انما اللي كان هناك كان بيتذكر كان بيقوم يعمل الحدث هنا مع فورجيتو طول مصدر انا هنا بنسى في الماضي ان الفعل ده انا ما عملتوش ومش هعمله برافو طيب الجزئية التانية ان لو فورجيتو جي وراها الجير انت اقول فعلي فعلي اني جي انت هنا ايه انت هنا يا سيد الفاضل ان انت في حاجة معينة عملته ولكن انك انك نسيت ان انت عملت ده معنى كده ايه معنى كده يا مستر ان الفعل ايه الفعل تم الفعل تم في الماضي هقرلك المثال اه ده انا نسيت ان اروح الاجتماع ده هنا يخلي بالك ايه مش تو جو طب بعد كده انا نسيت دلوقتي ان انا ايه ان انا روحت الله يعني هو حضر الاجتماع عمسر اللي ما حدوهش حضره يا سيد الفاضل حضره وشرب القهوة وشرب الشاي وخلص وابض وكل حاجة ولكنه هو قاعد معانا كالناسي ان هو حضر الاجتماع بس هو في الاخر وفي الاول ايه هو حضره وخلصه طيب الفورجوت تو او فورجيت تو المصدر هنا كان بينسى الحاجة المعينة دي وبيقول لك ايه انا ما روحتش انا ما روحتش يبقى الفرق بين فورجيت تو المصدر وفورجيت فعل فعال نجي ان فورجيت تو المصدر انا هنا بنسى بنسى فعل معين والفعل ده ايه لم يتم اما فورجيت وفعل فعال نجي انا نسيت الفعل معين ولكن الفعل ده تم وحصل يريد ان يتفرج عليها الاول مرة وما اعملش سابسكرايب او اشتراك لقناة استاذ جرامر يريد ان دوسها على كلمة اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجلس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح مناهج الدراسية للغة الانجليزية في جميع المراحل الابتدائية والعدادية والسنوية الجزء بتاعت اللانجة والجنودس دي وقس في حاجة صغيرة هفكرك بيها بيقولك ان دايما اللي هي معناها ايضا هنا بتيجي في اخر الجملة ولكن هنا معناها ايه معناها ايضا معناها ايه ايضا وليست جدا لدرجة ان خلي بالك تو هنا معناها ايه بمعنى ايضا طيب الجزئية التانية بيقولك انك يا سيد الفاضل لو عندك فيرب اسمه خلي بالك ان الفعل اللي هيجي وراه في ايه فيه اي ان جي زي بقى وعمعنا في مجموعة افعال هبقى اجهز لكم حلقة عليها هنشوفوه الافعال اللي بيجي وراها الفعل في ان جي وإيه الافعال اللي بيجي وراها طول انفناتف طيب ذكرناك كلماتها مستر احمد ويبقى نحافظينها زي ما حضرتك قلت طب تعالى بقى نجرب نشوف الاسئلة نشوف هنحل ويا ترى ايه اللي ممكن يوقف معنا وهل انا مطلوب مني ان انا اعرف كل الكلام ده مستر احمد قول لي لا خليكم معايا دلوقتي احنا معنا ايه الفوكابلري او اكسرسيز على الفوكابلري نمبر ون انا تفتكر ان انا قلت لك ان انا عندي كلمة ايه بد ابص على الاختراف كده بلانكت باديج كلينر كارتن اه دل مستر قال لما لاقي بد ده هاختر ايه برافو عليه خلاص ايه انا حسمت لك الموضوع من الاول سيد الفاضل طبا مستر ما اقول والولاد بيقول ايه بيقول لك ان الجو النهاردة برد جدا اللي لا دي فهو محتاج ايه على السرير محتاج بلانكت محتاج ايه بلانكت حدا هيقول لها مستر تمها كلمة دي يعني اللي هي الاخطية بتاعت السرير بس كلمة انت اللي قلت ردتها على نفسك هو الاخطية بتاعت السرير اللي هي الملايات كاسة المخدة يعني دي انت مش هتدف فيك لو انت ساعة عام برافو نمبر تو افتر ده فاير ماي نيبر بعد الفاير ماي نيبر وستاكن وستاكن فين بقى تو خاصبتل والسيريوس نقط اه لا قدر الله حصل له ايه بعد بعد الفاير برافو بانا كانت فتحت لك السكة بعد الايه بعد الفاير هيحصل له ايه هيحصل له دامج لأ دامج دي دايما بتيجي مع المباني يا جماعة مع المباني ولكن الشخص البناء ادم اللي بعد الفاير هيحصل له ايه هيحصل له بيرنز يعني حروق برافو مستر تمام نمبر ثري انا معاك واحدة واحدة لحد موصلك انك تكون حفظت الكلمات وحليت عليها الاسئلة عنaro vy Eds from the city to escape the dangers of war اه انا هنا محتاج ان انا تو اسكيب اهرب من الايه من dangers دي انا قلت لك عليها قلت لك عليها من شوية لما هلقي dangers يبقى انا في الحالة دي محتاج ان انا اعمل ايه مرافو هتقول لي محتاج اعمل ان انا اعمل evacuate يبقى هنا where evacuated تم اخلاقهم من المكان ده لعدم التعرض للحرب. بسرعة. بسرعة الوجه السرعة. شوفوا انت بتقرأ الجملة انت حلتها. برافو عليك. نمبر فايف. هو بيعمل ايه? بيعمل الهدايا بتاعت الحفلة. هيعمل فيها ايه? هيعمل نقرأ الاختار تده ولا بيرنينج ولا جيفينج ولا تيكينج. هدها الحرف لها مستر يعني ايه? بيلفها. برافو اللي هي كلمة رابنج. نمبر سيكس. انا بقول لك. انت هتطلب من التيتشر ايه? عشان تبدأ تجهز نفسك للامتحان. هتطلب منه ايه? هتطلب منه مستيك? ولا اكشن? ولا ارجمنت? ولا ادفايس? اللي هتقول لها بس رحمد هطلب منه ايه? ادفايس نصيحة. تمام. نمبر سيفن. او هز نقط لج. بريفنتد هم فروم بلايينج فاينال ماتش. اه ده الوقت ده كان لعيب كان هيفرق معنا لو كان معنا. طيب طب لو ما كان معنا معنا كده ان هز ايه بقى? رجلو مالها. رجلو مالها. انا عايز هنا الصفة. رجلو مالها? يعني مصابة. مرافو عليك. انت اللي بترد. انا بغرد ما بديك المفاتيح او الكيز ان كتب تحل الجملة صح. طيب احل معك رقم تمانية وبعدك هننزل على التامرين التاني عشان نبدأ احللنا كل انواع الاسئلة. نمبر ايت. احمد او نقط تمام. ولكنه في الحقيقة اماله احنا كلنا شايفين ان هو ايه مرهق. الله. يبقى احمد عمره ما ايه بقى? عمره ما اشتاكى يا مستر. ده وقت بلنس وكل ايه شغاله ومشتكيش من حاجة ايه. يبقى احمد ايه? شاطر. انت اللي جاوبت مشانا. تعال بقى اشوف الجزئية بتاعة الايه اللي هي موجودة على الاسبريشنز والبريبوزيشنز وكمان السننمز والانتنمز. نمبر ففتين. مي فاذر اولويز بوت هز كافي. نقط the table and forgot to drink it. اه دوية بيحوان القهوة مالها وعى الترابيزة وبين سيشربها. انا كل ده مهمنيش. انا اللي يهميني ده. الفرب بوت. فاكر لما قلت لك بوت وراها بوت حاجة وبوت نقط والحرف الجر اللي بعديه اللي هو هتقول للعضاء على مثل. بوت ايه? بوت اون لا بوت سمسينج اون. يبقى حرف الجر هنا اون هو الحل. نمبر سيكستين رقم ستاشر. هي واس سوري. هي واس سوري. هو بيأسف ايه بقى? نقط ميكينج ستش امستيك. اه. خلي بالك ان هو حرفه جر واحد من الحروف دي اللي هينفعيه وراء ايه. هو ايه بقى? هو فور. سوري فور. سوري فور. برافو. نمبر سيفنتين. اه انت ساعدتك بقى عامل ايه? عامل الفرح في الشارع وجاب ايه اه مهرجان وجاب فلان وفلان يغنوا في المهرجان فبدأت الجران تشتيك من الايه? من الصوت والضوضاء ايه بقى? طب هتك تقول لها مستر انا خدت كمبلين تو كمبلين اباوت. هفكرك برضو ان احنا قلنا اما قلنا كمبلين تو فاحنا بنشتكي لشخص او لجهة. طب تمام يبقى مش يبقى ايه? مش تو. برافو. وكمبلين فروم ما جاتش معانا فيه من ضمن الحاجات او حرف الجر اللي هي بتاعة كمبلين. احنا خدنا كمبلين ذاته جملة. ورافو يبقى هي مش دي. وخدنا كمبلين تو لشخص. وكمبلين مفيش حاجة اسمها باي ما اخدناهاش. في حاجة اسمها ايه? ايه? يشكو من. ايه? يعني يشكو من. برافو. نمبر اتين. مراته باعمال البيت. باعمال ايه? ايه? هي دي اللي ممكن تلغبطك شوية. بص بالاخر سيبك من دي وسيبك من دي. انت في الاخر انك ممكن تلغبط ما بين الان وبين ولكن اسمها ايه بقى او كلمة هيجي قبلها حرف جر اسمها ايه? برافو. السؤال ده بقى من الاسئلة الشخصية اللي انا بحبها جدا لانها منتشرة في قولة سنة وبالذات في تانية سنوي وتالتة سنوي. اللي هو ايه? بيقول لك انا هتديك هنا يا سيد الفاضل خمس اختيارات. هيديك خمس ايه? اختيارات. هو احنا قدرنا مستر رحمد على الاربعة لما هتقر على خمسة او في الحالة دي هو هيطلب منك ايه? هيطلب منك ايه? هيطلب منك ايه? اجابتين للسؤال ده. خلونا نشوف واحدة واحدة وانا هخليك توصل برضو بتفكيرك ان انت هتحل صح. نمبر تويني ده فيرب ريالايز is similar in meaning. وانا بقرأ السنة لم قلت لك ان كلمة السنة لم ممكن نشيلها وحط مكانها ايه? similar. حط مكانها same as. وحط مكانها like. means replaced by. برافو. ده فيرب ريالايز انا هنا على ريالايز. يا ترى هو وقريف المعنى من ايه من الخمس افعال اللي قدامي? ابدأ يقرأ بقى وحل. cover understand. misunderstand. remain grasp. هتيجي تقول لي يا برافو مستر ده يعني يدرك. ففي الحالة دي انا ايه? انا understand. بدأت ان انا ايه? افهم. وفي الحالة دي ان انا ايه? grasp. برافو عليك. number twenty one. واحد وعشرين. the government should find a solution to the serious problem of unemployment. unemployment اللي هي البطالة. انا كاس عادتك فيه. البطالة. ماشي. the antinim of the word serious. هو بيسألني على الايه? الانتنم اللي هو الابوسيت اللي هو المضاد بتاع كلمة serious. ومحتاج مني ان انا اختار له كلمتين. يا ترى serious دي ايه? يعني خطيرة يا مستر. يبقى عكسها ايه? انت حفزتها. هتقول لها مستر ده هما الاتنين اللي فوق بعض اللي بالصدفة كده اللي هو safe. وسيكيور. الاتنين دول هما عكس كلمة serious. برافو. number twenty two. she answered almost immediately. the synonym of the word immediately. يا ترى. synonym. synonym يعني ايه? برافو. مراضفة مستر او معنى. معنى كلمة ايه? immediately. يعني في الحال. هتيجي تقول لها مستر immediately دي احنا خدناها يعني ايه? هراك الاختيارات كده? at once later on seriously fairly ولا instantly. هتيجي تقول لها مستر هي استحالة تكون on seriously ولا هتكون fairly ولا هتكون بعدين اصلا. يبقى immediately هي at once يعني في الحال وهي instantly يعني في الحال. برافو. number twenty three. the police gave the order to evacuate area. اه لقدر الله بقى ده في مشكلة. وبدأت الشرطة ان هي هتعمل عملية evacuation. يعني اخلاق. طيب. the synonym of the word evacuate. يا ترى المراضف بتاع evacuate ايه هو? remain ولا uncover ولا understand ولا امتي. اه ده هما بيعمل يعني عشان يعملوا ايه? هتيجي تقول لها مستر عشان يفضوا المكان يعني امتي. طب ده اول واحدة مستر انا عرفتها. طب ممكن نعمل ايه تاني? remain يعني يعني يوقي. واندرستاند يعني يفهم دي خارج الحوار وانكوفر يعني ايه? ما يغطيش. الله تبقى abandon. يبقى evacuate هي abandon وهي امتي? يعني يخلي. تمام. نيجي بقى number 24. بقول لك the present was beautiful wrapped. انت كده اه جبت ماما اه عند عيد ميلادها. فانت بقى تتلف الهدية ولفة محترمة في ايه? في ورقة كده ايه دهبية? فبيقول لك ايه? السننم بقى السننم بتاع كلمة رابد. يعني لف السننم ايه هي? خلي بقى ان انا بختار اختياريا. هتقول لها مستر لف يعني كفرد برافو. احنا اخدناها. ان هو بيغطي حاجة او بيلف حاجة يعني كفرد. ايه هي الكلمة التانية? في كلمة مشهورة قوي. اللي هي بتاع جامل اللي هي ايه? فولد دي يعني يلف. برافو عليك. هفكركم ايه? هفكركم ايه? باشتراك لقناة ستاس جرامر انجليزي. ونفعل زر الجرس على كل عشان يوصل لنا الحلقات الجديدة بتاعة المنهج بالكامل. هنكمل مع بعض الجزئية اللي جاية. تعالوا نشوف الجزئية دي كانت مرتبطة بالجزئية اللي انا شرحتها في احنا هنا بنتكلم على ايه? عن اللي هي الضرورة. بنتكلم عن اللي هي الضرورة. ركز معي الدرس ده مستمر معاك في جميع المراحل. هيستمر معاك في تانية سنوي. وبالنسبة مرضو لولابنا في كل مكان اللي هما في المدارس اللغات او الرسمية لغات او التجربية. الدرس ده موجود معاهم في منهج اللي هو منهج المستوى بالتفصيل. سواء في تانية سنوية. يعني نحاول نفهمه كده لانه مش هيجيلنا مرة ويخلص. تعال انا انا هوصلك برضو لبر الامان وهحاول ان شاء الله قريب ارفع لكم مذكرة فيها كل الشرح ده. تعال انت لو عايز تتكلم في الضرورة او الالزام في زمن المضارع. في زمن الايه المضارع? هتستخدم ايه? ركز بقى معايا على المجموعة دي. عندي هاف تو وعندي هاستو. اللي اتنين دول شبه بعض. واحدة مع المفرد اللي هي هاستو واحدة مع هاف تو اللي هي مع الايه مع الجامع وآي. خلاص كده احنا حسبنا اول جوزة. يا اما استخدم يا مستر احمد نيد وتول مصدر. يا اما استخدم ايه? نيد وتول مصدر. ابمال ايه حرف الاس اللي جايبه لي ده? حرف الاس اللي جايبه لك ده انك لو هتستخدم مع المفرد هتقول وبعد كده تجيب لي ايه? المصدر. مرافع عليك. انا في التلاتة دول انا وضع ايه? انا وضع ايه? ان هو انا هنا مح ضروري ان اعمل الحاجة دي. وانا اخلي بالك بتكلم على ايه? بتكلم على المضارعة. طيب ركز معايا واحدة واحدة. يا ابني ده انت لازم تلبس خوزة. ليه مستر? لما ايه? تكون ركب المكانة بتاعتها كده? ويبقى لازم تأمن نفسك وتلبس الايه? الخوزة. فين الكلام يا مستر اللي انت شرحته دلوقتي? انا قلت لك هاف تو. واحنا عارفين كده كده هيجي ورافع لي فين? في المصدر. طب ليه مستر ما قلناش هاس تو? هجي اقول لك هي يو بتاخد هاز ولا بتاخد هاف? هتقول لها مستر برافو بتاخد هاف. خلاص يبقى ايو هاف تو. الكلام اللي احنا بنتكلمه ده بنتكلم امتى? هتيجي تقول لها مستر احمد احنا متكلم في المضارع. خلاص انت اللي بتحل اهو. طيب انت مطلوب منك انك تلبس الخوزة فنسسري ولا مش نسسري? ضروري ولا مش ضروري? ضروري يا مستر. خلاص انت اللي بتحل. انا مجرد بس ان انا بفتح لك مفاتيح الايه? الفهم. هتيجي تقول لها مستر طيب هو نفس التعبير ده لو انا هتكلم في الماضي. لو انت هتكلم فين? في زمن الماضي. هتستخدم ايه? خلاص? هات. الماضي بتاعهم هات. اه تمام. خلاص? وجب بقى اللي هي وراها المصدر. يبقى هات تو بلاس الانفينتف دي معناها ايه? معناها ان كان من الضروري فعل الشيء. يعني هو في الاول وفي الاخر هو 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 ايه? بس امتى? في الماضي. طب تعالي نقراك المسال. تقول لها مستر هو استخدم هات تو ليه? احنا اتكلمنا في الماضي. وهي مقطع واحد بس. المصدر او خلي بالك. زي هات تو. ايه? وفعل في المصدر اللي هو انفريتب اللي هو ليف. ارلي. اه. ده كان عليهم او المفروض او كان ياجب ان هما ايه? يغدروا ايه بدري. ليه? عشان ما ايه? ما يفوتهمش الاطر. ولكن في ايه? الاطر فاتهم. الاخر يعني. طب تمام. يعني معناه كده اتوزن السيسر ليهم ان كان المفروض او من الضروري ان هما ييجوا يبقى الجملة دي في زمن الماضي بتبين عن وجود اللي هي الضرورة. طب تعالي. طب يا مستر انت كده قطتنا المدارة عن الماضي. لو انا هتكلم في المستقبل سهلة جدا. اللي سهلة يا مستر. هتجي تقول لي ايه? طب هو ما ينفع. هقول لي يا مستر انت بتقول لي والهاف تو والانفينيتيف. اعمال هز فينا مستر احمد. هو انا يا مستر افتكر بقى معايا. هي كفعل مساعد. ول كفعل ايه? مساعد. يجي وراها ايه? يجي وراها مصدر. ولهاف ولهاف. وبرضو تو هيجي وراها مصدر. تمام? يبقى المقطع في الفيوتشر اسمه ايه? ولهاف تو والانفينيتيف. دي معناها ايه? ان النسيسري ما لها? ان هو هيكون هيكون من الضروري. هيكون ايه? من الضروري في المستقبل. طيب نشوف ايه كده? المقطع اللي يهمني. هاف تو والفعل في المصدر. ونخلي بالك هنا ايه? ما تنساش دينا ممكن نسألك عليها بعد كده. انت مسافر ساعاتك فلازم توريهم الباسبورت في المطار. برافو. يعني يعني ساعاتك كده مش هتخدش المطار الا ما يشوفه الايه? الباسبورت. الجزئية اللي مرتبطة بيها خلي بالك احنا هتكلمنا على ايه? على وجود النسيستي. طب ايه رأيك بقى ان انا لو عندي نقص في النسيستي او غياب الضرورة. غياب الضرورة. اللي هي بنسميها ايه بالعرب اللي هو عربية? اللي هو عدم الالزام. عدم الايه? الالزام. وهدي لك عدم الالزام فين? في المضارع وفي الماضي. يعني ايه مستر عدم الالزام? يعني هنعمل عملية هنعمل نافي. طيب. فاكر انا فوق قلتلك need to المصدر. وقلتلك have to المصدر. قلتلك برضو has to المصدر. طب النافي بتاعها. النافي بتاعها need to المصدر هي needn't. هي ايه? needn't. تمام. طب النافي بتاع have to. عندك حاكتين. عندك ايه? حاكتين. لو انا هتكلم على الجامع واي. هقول don't have to. طب لو هتكلم على المفرد. هقول doesn't have to. برافو. او ان ان في ايه need to واقول ايه? don't need to. برضو مع الجامع واي. او ان اقول doesn't need to مع المفرد. واجيب الفعل فين? في المصدر. الكلام ده امتى? في زمن الايه? المضارع. طب تمام. في زمن المضارع ايه مستر? مع necessity? لا. مع lack of necessity. اللي هو عدم الالزام. تعال نشوف المثال. she isn't late for school. يعني هي مش متأخرة على المدرسة. so she doesn't have to hurt. مش مطلوب منها يا سيد الفاضي انها تجري. طيب. ليه قال doesn't ha mister ما جابش don't? لان شي بتاخد doesn't في النفي. برافو. وهاف تو اهي? وبعد الفعل فيهن في البصدر. طب يا مستر لو انا مش عايز استخدم doesn't have to واستخدم نفي برضو. قول يا سيد الفاضل. قول ايه? قول نيدن. طيب ممكن يا مستر اقول doesn't need to. وممكن تقول doesn't need to Harry. برافو. تعال بقى لو انا هتكلم في الماضي على عدم الزام. على عدم ايه? الزام. يعني ساعتك اا مش هتكون مضطر ليه? بفعل العمل ده. تعال قوي نشوف المساء. طب هنفي بايه? سهلة جدا. سهلة اسهل مما يمكن. وهي واحدة بس. نفي ايه? النفي في الماضي didn't. النفي فين? الماضي didn't have to والفعل في الماضي ده. فانا I didn't have to buy more bad. انا انا عم مش ايه? مش لازم اشتري عيش زيادة. ليه? احنا عندنا منه كتير. يبقى يبقى انت اشترته ولا ما اشتريتش? لا ما اشتريتش خلاص ما عندي. I didn't buy. طيب. طب ما انا عندي فيه كمان حتة كده نفي في الماضي. ركز بس على الحتة بتاع الوقت اللي ما اشتريتش العيش ده. هو ما اشتريتش عيش لان كان عنده عيش. تمام? فقال لك I didn't have to. خلي بالك في حاجة في الماضي برضو. انا مش مضطرة اللي انا اعملها ولكن للأسف عملتها. الله يعني الوقت بتاع العيش ده مستر يعني ممكن يكون اشتريت عيش? اقول لك انا مكتش بولزة من انا اشتري عيش بس اشتريت. اه ممكن يقول لك كده. طب في الحالة دي هيقول ايه? خلي بالك بقى لان هي دي صيغة واحدة. صيغة واحدة. مش هنفع استخدم دين انتهفته لان لو استخدمت دين انتهفته هعرف ان انا ايه? ما مش مضطر ولا لا لا يجب علي او مش مولزة من انا اشتريتش. اما لو انا يا سيد الفاضل قلتلك. need انتهاف والتصريف التالت. فساعدتك ايه? ساعدتك. ما كانش المفروض تعمل كده. ولو كنك عملت الفعل ده. you need have come so early. يا ابن انت ما كانش المفروض تجي بدري. طب ايه مستر انا جيت ولا ما جيتش اه جيت بدري. الله عليك. طب تمام. طب لو في ثمن المستقبل يا مستر. وانا ما عنديش الزام. هستخدم ايه? عادي زي ما كنت بتستخدم will have to المصدر. هستخدم want اللي هي will not we have to المصدر. او will not we need to المصدر. I want اللي هي I will not need to travel by train. انا تصدقوا مش مضطر ان انا اسفر بالقطر. ليه? ده صاحبها يعدي واخدنا معاه في العربية. دي يا جماعة اللاك of necessity في الماضي والمضارع والمستقبل. وكمان خدنا قبلها necessity. الضرورة في المضارع والماضي والمستقبل. ارجو ان احنا نشغل المقطع ده مرة واتنين وتلاتة معلش. هتلاقوكو في لانك هترتاح جدا جدا في الفترة اللي جاي سواء في اولا سنة والترمي ده او في تانية سنة والترمي الاولاني وكمان الترمي التاني. طب تعالا بقى نجرب نفسنا كاو نشوف احنا حللنا صح ولا ذكرنا لما ذكرناش. هنشوف بقى ال general exercise on language كسواء كلها اللي بتدرس الاولين والتاني. معانا اه نمبر ون. احنا في بلج 4 و 40 من كتاب جماعة جماعة. there is enough petrol in your car. اه انت عندك ايه? بنزين كفاية. خلي بالك من كلمة enough enough petrol بنزين كفاية في عربيتك. فانت ايه? هتروح بنزينة وهتروح البنزينة وهتروح تفاول يعني ولا اتمون? هتروح تفاول في البنزينة يعني? هتقول must? هتقول have to? ولا mustn't? ولا don't have to بقى ان انت مش موضطرنك نروح البنزينة ما انت عندك بنزيني كافيك يبقى don't have to. برافو. احنا اخلي بالك بنتكلم هنا في present. فين? في المضارع. تمام. number two. your flight is five hours from now. ياخد رحلتك ملها قدامها لسه خمس ساعات. اه. احنا هنا في المضارع يا مستر. تمام. في المضارع يعني انت ايه? هنا في ايه? في لك. فيو نقط احنا لسه معانا وقت. فانت ايه بقى? فيو مست? لا يا مستر. هيك تقول له انا محتاج هنا نفي يا مستر. النفي في عدم الالزامة يا سيد الفاضل هو ايه? هو نيدنت. كده خلاص ما انا مستر شرحها. تمام. number three. you will never forgive you. انت الزعيء والشخط اللي بزعاءه اللي ابني ده عمره ما هينسهولك. فانا هنا بعمل ايه يا جماعة? بديله ايه? بديله بوجه له لوم. you اقول له can't have shouted? ما تنفعش. ولا should have shouted ازا قلت انا بلومه اصلا. ولا ولا shouldn't have? shouldn't have shouted. خلي بالك ان دي مش نصيحة. هديقول له مستر ما هي should اصلا والمصدر بستقلوف نصيحة. خلي بالك ده ده دي should have ايه? shout it تصريف تالت. ده اسمه توجيه اللوم. توجيه الايه? توجيه اللوم. number four. you not wash your car. it's still clean. يا ابني انت عربيتك زي الفل. يعني هنا في عدم ضرورة. عدم ضرورة فين? في المضارع. وانا قلت لك عدم ضرورة في المضارع هناخد ايه? وانت مقمض من قلبها تقرأ الاختيارات. need it يا مستر. برافو. يا فيش حد دي يقول لي طب ما هي عدم ضرورة يا مستر في المضارع. you don't have to وانا يا ابن doesn't. اتح تيجي معي. number five. I'm sorry I couldn't come yesterday. اه. انا مستر احنا متكلم في الماضي. جميل. انت اللي بترد وبتجاوب على نفسك. بتتكلم فين في الماضي. يبقى بالتالي لا هاخد لمست ولا هاخد هاف تو. انت كده بتحسن الامور لنفسك. انا بقى فاهمك تحل ازاي. تمام كده? الله طب المرة مستر طب ما طب بتكلم في الماضي يبقى مش اخد دي. يبقى انت حليت اصلا من غير ما نكمل الجمل. اهو. هاف تو. بس هو ده الحل فعلا. number six. ركز معي. you خليك بقى فاكرها وايه واشتغل عليها فترة انت بقى. you note more bad. we already have a lot. طيب. can't buy? ركز على اللي اخترت كده. can't buy? مخداش. can't buy في في الالزام خالص يا مستر ساق في الزام او او lack ofness او عدم الزام. ولا مست buy يبقى lady? ولا دي? تمام كده? طيب انا عندي هنا had to buy. had to buy. يا had to buy دي الجملة عندك اصلا في الماضي اقول لك we have already have a lot. we have already have ايه? we have already have a lot. يبقى بالتالي يا مستر احنا ما عندناش ايه? ما عندناش ماضي. يبقى مش had to buy. الله يبقى هو ما عادش الواحد بس يا مستر اللي هي ايه? need to have bought. need to have bought. انت هنا ما كانش في الزام انك تشتري ايه? انك تشتري ما فيش الزام انك تشتري خبز. need to have bought. طيب ايه اللي حصل? هنا انت ساعدتك ايه? لما بستخدم يا جماعة نفتكر بقى مع بعض. لما بنستخدم need to have. والتصريف التالت معنى كده ان انت ايه? ان انت اشتري تعيش. number seven. your writing is full of mistakes. يعاب ان الكتابة بتاعتك دي مليانة اخطاء. you not have it carefully. you not have it carefully. شوف بقى هنختار ايه? طيب عندي need to have checked. انت مش مضطر. لا يا مستر انا مضطر ازا قلت انا بوجه له اصلا لهم. ولا you must have checked. مفيش اصلا نصيغة اسمها must have checked. طيب. didn't. اذا مضطر اذا مكلمه دلوقت اصلا. يبقى هي number a number b. should have checked. هنا بوجه له اللوم. بوجه له ايه? بوجه له اللوم ان هو يصحح اخطاء. number eight. i felt a lot better yesterday. يبقى اخلي بالك هنا كلام فين? في الماضي. so i space or not to go to the doctors. جميلات كويس. فمش مضطر ان هو يروح للايه? مش مضطر ان هو يروح للدكتور او انه يكشف. وهو مرحش اصلا يبقى ايه? خلاص انت مسلا انت بتحلل انه هقول needn't ولا mustn't ولا needn't have. انت عندك واحدة اصلا هي الايه? اللي في الماضي اللي هي ايه? didn't have go to the doctor. number nine. does my son not take this medicine doctor? ده سؤال. does my son? خلي بالك انا عندي هنا بدء السؤال بايه? بدء السؤال بdoes? معنى كده معنى كده ان هنفع اقول هاز لا يا مستر. ده ان قلت هقول have مسلا. تمام كده? اه انت حلت يا مستر اهو يعني have ايه? have to? برافو. انا بغششك بقى اهو خلي بالك بعد كده تعتمد عن نفسك. شوية كده احلك الجملة دي واقول لك كمل. number ten. i space او اي نقطت. as it was her birthday. اه ده ايد ميلاد بنتي. فانا ايه بقى? خلي بالك احنا في عقب عشر. فانا ايه? i ought to remember? ولا should remember? دي? لا مش تنفع مستر. ولا should have remembered? ولا shouldn't have remembered? الله يبقى دي مش اخدها اصلا انا مستر. ولا خلي بالك بقى عيد البنت ايه? خلي بالك انا عايز احسم لك حاجة صغيرة بس. هنا ايه? هنا واضح مستر يعني ماضي. الله. يبقى انا هنا الحاجة اللي هعملها دي في الماضي. يعني انا محتاج لو انا بقى هقدم النصيحة او هقدم لهم محتاجة لقي have to. في التالت بعد بعد الفعل الايه? بعد الفعل النقص الفعل model. معنى كده ان انا معي ايه? should have remembered. يعني انا كان يجب علي ان اتذكر ان اشتري الهدية لان عيد ميلاد بنتي. والحالة دي انا ايه? انا اشتريت. انا ايه? انا اشتريت. برافو. تعال انا عايز احل معك النوع من الاسئلة اللي هو fail in the gaps وهاخد معك المقطع التاني ده. ده هنحله مع بعض ونشوف ايه هي الخمس نقط او الاربع نقط اللي موجودة عندنا اللي انا هكمل بهم اللي اختيارات. احنا هنا في القطع رقم اتنين يا جماعة. نشوف. it's obvious obvious. obvious يعني clear. obvious يعني ايه? يعني clear يعني واضح. that stress. احنا هنا بنتكلم عن stress. stress يعني ايه? انا هسعدك فيها بس. stress يعني التوتر. التوتر هو serious problem. تمام. the people نقط are suffering from stress. طب من خير ما نكمل كده from stress often feel word. the people ايه? the people and space او نقط are suffering from stress. the people. الله بتكلم عن الناس اللي هم. يبقى انا هكتب ايه? bravo. هكتب هو. يعني اللذين. تمام. they often feel tired. they often feel tired. they often feel tired. اه. غالبا كده ما بشعروا بالايه بالتعب? all time. all the time. stress. التوتر بقى. space او نقط make people angry. وايه كمان? moody. وايه كمان? nervous. الله. يبقى stress ايه? آه هيخليهم. stress ايه? bravo. can. stress ايه? can. bravo. also stress can. اهو جمالك تحت ايه? stress can lead to a variety of serious mental illness. يعد الامراض ايه? امراض عقلية. if stress increases. لو زاد التوتر يا جماعة. لو زاد التوتر. ايه لا هيحصل? one's mental health? هتكون صحة البناء ادم بقى في العقلية از ايه? كلمة danger. فاكر لما كنا بنقول على كلمة fire يجيقب لها on. فبالتالي كلمة danger هيجاب لها ايه? هتقول لي on? لا هيجاب لها in danger. in danger. bravo. stress attacks the body. آه. العزوالله. ربنا استرى. stress attacks the body and affects everything. التوتر بيدرب الجسم كل جماعة على فكرة. so we space او نقط to reduce stress. ايه كمان? and rest for a while. و ايه? هتجي تقول لي we should? نازم نقل التواطر طب هي should هيجاب لاتو? لا. طب ايه اللي بيسوي should هيجاب لاتو? من النصيحة ought. bravo. ought to. bravo عليك. انا برضو هحل معكم مجموعة اسئلة كم نختار كم سؤال كده من general exercise على ثلاثة واربعة. احنا ده بتجي خمسين يا جماعة في كتاب جيم. خلونا بس هساعدكم في كم حل سؤال كده. if i were you? if i were you? المقطع ده بقى عايزك تخفصولي زي اسمك. if i were you? خلي بالك دي من ضمن الادفايس اللي هو لو انا مكانك. i wouldn't place too much نقط. in this bad man. اه. ده في ود وحش هو راجل ايه? راجل وحش يعني راجل وحش ايه? سيء. سيء يعني ايه? يعني ما ما تصقش فيه. مش احط فيه سقطة كلها. فين اللي هنا بقى سقطة ايه? اعطيها ولا مستر برافو. اللي هي كلمة ايه? trust. برافو عليك. number two. we should put cold water on burnis. امتى? بسرعة. لو حد لا قدر ان الله حصل له حرقة ولا حاجة فانا هحط المية ايه? المية الساعة ايه? immediately. برافو. تمام. تعال كده نجري بقى كده. ناخد رقم number five. number five. after the accident. after ايه? بعد الايه? بعد الايه? بعد الاكسدنت. خلاص احنا نعرف الاكسدنت يعني ايه? حدثة. he suffered نقطة and process. اه ده حصل له كدماته ايه? اه? وكاتس. كدماته ايه? وكاتس. وجروح. تعال بقى نشوف رقم تمانية دي عشر فحرف جر جميل كده شوية. I can't decide. احنا خدنا مستر اول انت بتقرى الدرس من اول. I can't decide on. يعني يقرر. برافو. انت اللي بتحل على الفكرة. انا مجرد بس انه بحطك على اول الطريق. ناخد الجملة اللي براها اللي هي رقم تسعة. number nine. it's not to eat healthy food to keep it fit. it's not to eat healthy food to keep fit. اه عشان احنا نبقى فت اقول لك ده انت قد فت ويه? وجامد. فت يعني لقى مدنيا. فهل الكلام اللي انا هتكلم عليه ده ايه? هتقول له مستر سهل جدا. it's necessary. it's necessary. it's necessary. يعني من الضرورة. تمام. واحد يقول لك لا احنا ليه ما اخترناش يا مستر necessity او must? خلي بالك. لو انا هختر necessity. يبقى it's a necessity. طب لو اختر must. it's a must. يعني معنى كده انا لازم يلاقي هنا حرف الايه. برافو. number 12. yesterday i not to school as it was a national holiday. i rested at home. اه. ده كان ايه? ده كان اجازة. وبالتالي الوقت ايه? قعد في البيت. يعني مرحش. يعني ايه? مرحش. خلي بالك بقى هي مرحش دي ايه? هاتيك تقول لها مستر طب ما انا عندي c هنا وعندي b صحة كده ممكن حد يقول لي كده. الفرق ان انا هقول didn't have to go ولا didn't have gone. طيب خلي بالك بقى اللي هيحللي الجملة ده هو المقطع الاخير ده. فاكر ان انا ما اتكلمت على lack of necessity لما قلت في الماضي. ان ممكن لو انا قلت didn't have to go معنى كده ايه? انا ما كانش يجب علي ان اروح وما روحتش. هي دي لان انا قعدت في البيت. اما didn't have gone فهنا ايه? انا لا يجب علي ان اروح وروحت. ولكن الجملة اللي عندك دي ايه? i rested at home. برافو يبقى انا i didn't have to go. مش مضطر ان انا اروح. الجملة دي في غاية الاهمية. طب هاتلي number 15 كده? انا بنركز الجماعة على الجملة التقيلة شوية. i was very nervous. ليه? before the interview. قبل الانترفيو قبل المقابلة. though i نقط. خلاص كده? طب اكمل? everyone was so friendly and i got the job. الناس كثير كانت بقى ايه كده ايه? وصلت ان انت اه وصلت ان انا بقيت nervous وبالدليل ان الناس قاعدت تهديني وفي الاخر انا حصلت على ايه? على الوظيفة. الله. معنى كده ان انت ما كنتش مضطر لعمل حاجة ولكن عملتها. ان انت ما كنتش مضطر لانك تبقى nervous ومتدايق. وفي الاخر بدأت تتوتر وتصاب بالتوتر. فبالتالي انت need to have word. need to have word. ما كانش عليك ان انت تقلق ولكنك قلقت. ولكنك ايه? قلقت. على عدم حصولك الوظيفة ولكنك في الاخر حصلت على الوظيفة. يبقى هي الاختيار رقم دي. انتظروني اعزائي في اه مزيد من الدروس وكمان هنقريب ان شاء الله هنبدأ نحط امتحانات ونحل امتحانات اه مباشرة على الاجزاء اللي احنا اخدناها من انشاءات سبس كراب واشتراك لقناته ستجرامر انجليزي مع تفعيل زر الجرس. انتظروني في مزيد من احلقات ايام القادمة ان شاء الله كان معكم احمد عبد الشافي. اشتركوا في القناة